اهلا بكم بالتعامل مع العصال طبعا ده مش سهل التعامل عايز سيكولوجية وعايز زي نتعامل معاهم وعايز اقناع طفل لازم يقتنع باي شيء هتغطي عينه ليه طب هتغطي عينه عشان فيه كسر في العين لازم يتشرح له الطفل بيفهم انه عشان صالحك يا حبيبي وعشان العين دي لو ما تغططش العين دي هتكسل تكسل يعني هتبقى ضعيفة لازم تتحسن لازم اتكلم بالطفل والطفل ماهما كان صغير بيفهم عربع سنين خمس سنين بيبدأوا يعني الكلام البسيط وفيه اطفال زكية اسكية جدا بيفهموا اكتر من كده كمان فيه حاجات كتيرة بنعملها في عيون اطفالنا خطر يعني الكوح اعتقد انه خطر جدا جدا ده من ضمن الاعدادات الخطيئة اللي ممكن تعمل في طفل طبعا لانا لابس الطفل لندرة شمس اللي هي اجيب لندرة كده رخيصة واضح اضحك عليه ونطلع يلا نتفسح ولبسه لندرة كده اللي عليها الاسمات دي دي خطرة جدا لو هي مقلدة برضو الاكل الغلط حمام السباحة ده ممكن يكون مصدر عدوى رهيب بالنسبة الاطفال خصوصا لما بلبسوش نظرات الوقاية الاطفال اللي بيستخدموا هواتف محمولة بتضر عنهم فيه بقى ما عرفش هل ده يعني حد يأجروا ان هو يعملوا ولا لا بس فيه ناس بتحط اللبن السادي اللي هو اللبن الملك بتاع في عين الطفل هل ده يعني ده عبيد ده عبط ده ممكن يعمل مشاكل كبيرة جدا برضو اطارات اللمول هل ممكن حد يعمل حاجة زي دي يعني البحث اللي قدامي بيقول اه فيه شعوب وفيه ناس في اماكن معينة ممكن تعمل الكلام ده طبعا فيه منتها الخطورة الحاجات دي كلها انا اللي بعرفه في مصر الناس بتعمل كحة لولادة وده في منتها الخطورة نهاردة حوار مهم جدا مع ضيفاتي العزيزة الاسي ستفتح ملف ساخل للغاية وهو الحاول الحاول بس بالنوع الوحشي بس هرتكلم اكيد عن الحاول كله ضيفاتي العزيزة الاسيس الدكتورة النرمين بدأ باستشارة طب و جراحات العيون والمدرس لطب و جراحات العيون وصحاب الدكتورات طب و جراحات العيون زميل الكوليل الجراحين الملكية البريطانية والمجلس العلم للطب و جراحات العيون والجمعية الامريكية لطب و جراحات العيون والاوروبية كذلك اهلا بك الدكتورة النرمين سعيد جدا بتشريفك لينا في الناس الحلو عايزة أبدأ الأول بالحاول الوحشي الحاول الوحشي ما هو؟ لماذا سمي هذا الاسم؟ وبعدين الأسباب أكيد ضمن هنتكلم فيها تمام هو الحاول الوحشي زي ما هو مفهوم هو نوع من أنواع الحاول بمعنى إن إحنا عندنا العينين مش مشين في اتجاه واحد مش مترازيتين إحنا الطبيعي إن إحنا عنينا في جميع الاتجاهات بصين فوق بصين تحت يمين شو مان العينين في اتجاهين متوازين تماما علشان هما الاتنين يبصوا لنفس الصورة ونفس الهدف ونفس الجسم لكن في حالات الحاول بيبقى في عندنا عين هي الموجهة للصورة اللي إحنا عايزين نشوفها والعين التانية بتبقى موجهة في الجهتين إحنا منفروض عينينا الاتنين زي ما إحنا شايفين كده بصين للصورة بيوصلوا إشارات عن طريق العصب البصري بتوصل للمخ بتوصل إشارات هي من العين دي زي العين دي باختلافات بسيطة عشان تكون الصورة المجسمة لكن المفروض العينين بيوصلوا هما الاتنين للمخ نفس صورة نفس الجسم لكن في حالات الحاول بتبقى عين واحدة هي اللي موجهة للصورة العين التانية بصة في اتجاه تاني إما داخلي أو خارجي أو لفوق أو لتحت زي ما إحنا شايفين كده الحاول الوحشي بتبقى عين بصة قدامها والعين التانية موجهة للزاوية الخارجية للعين بتبقى بيسمى مش الحاول الوحشي عشان هو شكل وحش ولا بيسمى الحاول الوحشي عشان شكل الطفل زي الوحش هي اسمها الحاول الوحشي من الوحشة يعني البعد إن العينين الاتنين بعيد عن بعض مش متاجهين لبعد على عكس الحاول الداخلي أو الحاول الأنسي ده بيبقى ما بالزبط العينين الاتنين كانهم اتقنسين مع بعض بالزبط كيف المفروض لا يتقنسوا ولا يبعدوا مفروض يمشوا هما الاتنين في تجاه متوازي وموجهين لجسم واحد لصورة واحدة علشان نقدر نزبط الصورة دي على مستوى المخ إيه السبب على الأسباب؟ هو أسباب الحاول الوحشي أسباب كتيرة جداً يعني فيه أسباب زي ما احنا قلنا قبل كده كتير أنه فيه حاول بيبقى أصلاً من الأول بدون سبب اللي احنا بنسميه الـ primary أو الحاول اللي ابتدائي وده بيحصل في الغالب فيه الأطفال وبيبتدي بصورة متقطعة زي ما احنا بنسميه الـ intermittent exotropia exotropia هو الحاول الوحشي فبيبتدي بصورة متقطعة في الأطفال بدون سبب واضح لكن بيبقى موجود بطريقة ابتدائية أو بنلاقي أن الطفل فيه عنيل اتنين غير متوازيتين واحدة موجهة للأمام والتانية موجهة للزاوية الخارجية للعين في الحاول الثانوي أو الحاول اللي بيبقى نتيجة أسباب ده ممكن يبقى نتيجة مشاكل في العين ممكن تبقى فيه مشكلة عندنا في العضلات أو في الأعصاب اللي بتغزي عضلات العين احنا عارفين أن العين بيتحكم فيها ست عضلات بتحركها في جميع الاتجاهات لو حصلت مشكلة في العضلة أو حصلت مشكلة في العصب اللي بيغزي العضلة دي وبالتالي بينتج عنه أن اتجاه العين ما بيبقاش سليم بمعنى أنه ممكن يبقى الأعصاب دي فيها ضعف أنه ممكن يبقى فيها نوع من أنواع الشلل ممكن تبقى العضلات نفسها فيها ضعف أو العضلات مصابة نتيجة إصابة خارجية يعني خبطة مثلا أثرت على عضلة العين أو على عصب العين أو أمراض أثرت على عضلات العين خلتها أضعف من اللازم فما بقتش تقدر توجه العين في الاتجاه السليم أو ممكن الحاول ده يبقى نتيجة مشاكل في الرؤية زي بالذات الحاول الخارجي بيبقى مصاحب لحالات قصر النظر الشديد أو بيبقى مصاحب لحالات كسل العين اللي بتبقى فيها العين مش شايفة كويس والمخ ما بيتحكمش في حركة العين فبيبتدي يحصل عندنا انحراف للعين دي هي الأسباب الأساسية دي الأسباب الأساسية العامل الوراثي بيلعب دور العامل الوراثي دور في حالات الحاول وبينتج عنه زي ما احنا قلنا يا إما مشاكل في ضعف في العضلات أو بيحصل مشاكل في الأعصاب أو حتى الحاول الابتدائي في نسبة منه بتبقى نتيجة لعوامل الوراثي عندك كلمتين حاول وحشي وكسل العين هل الحاول الوحشي يسبب كسل العين ولا كسل العين هو اللي بيعمل الحاول الوحشي هي دائرة مفرغة بمعنى هي الناس عندها لبس ان هي دايما حتى الناس لما بييجي طفل عنده حاول وحشي يقول لي الطفل ده عينه كسلانة مش شرط ان الطفل اللي عنده حاول وحشي يبقى عنده كسل في العين ممكن الطفل ده يبقى نظره 6 على 6 لكن زي ما احنا قلنا عنده حاول ابتدائي ممكن يبقى عنده ضعف في العضلات ممكن يبقى عنده ضعف في الأعصاب لكن كرؤية بتبقى الرؤية مضبوطة لأنه هو ايه تعريف كسل العين تعريف كسل العين ان فيه عندنا عين بتشوف اقل من العين التانية على الاقل على المقياص سطرين يعني مثلا عين 6 على 6 العين التانية 6 على 24 او 6 على 36 وبالتالي مش كل حالة عندها حوى الوحشي لازم يقابلها انه يكون كسل في العين وبالعكس مش كل حالة فيه مشكلة او عندها كسل في العين لازم ينتج عنها حوى الوحشي في حالات كتيرة من كسل العين بينتج عنها حوى الانسي لكن الحقيقة انه في معظم الاحوال بيكون مصاحب به الحوى الوحشي لكن لو طفل عنده حوى معناه ان عينه فيها انحراف وبالتالي المخ مش هيركز مع العين دي فبينتج عنها ما يسمى بالكسل وفي نفس الوقت ان لو طفل عنده كسل المخ مش هيتعامل مع العين دي فممكن ينتج عنه حوى الوحشي زي ما قلنا هي دايرة مفرغة ممكن تؤدي لبعضها لكن لا الحوى هو السبب الوحيد لكسل العين ولا كسل العين هو المسبب الاوحد لوجود حوى الوحشي في العين هنقف عندي نقطة بقى مهمة الكبار والاطفال الحوى المنطقي بيظهر في الاطفال لكن احنا بنشوف الراجل كان كويس وجاله حوى دا وارد دا وارد جدا طبعا اولا هو ممكن يبقى حوى من هو طفل لكن في قدرة على التحكم في عضلات العين ابتدت تفقد تدريجيا ممكن يبقى انسان عنده ضعف في الرؤية وبالتدريج ابتدى يحصل فيه مشكلة نتج عنها كسل العين ممكن تبقى مشكلة العضلات زي امراض زي اللي بتسيب العضلات بالضعف او الوهن زي المايثينيا جرييفز زي الدوشين بتأثر على عضلات العين المايثينيا اللي هو وهن العضلات الدوشين ضمور العضلات والتنين لدي العضلات بتبقى ضعيفة ففي الناتج انه في الاخر ان في عضلات بتبقى اضعف من اللازم ما بتقدرش يتحرك العين والعين بتبتدي بالتدريج تنحرف ممكن الانسان الكبير ده زي الطفل يحصل له اصابة يحصل ان العضلة بتاعة العين دي خبطة لقدر حدثة مشكلة اصابت عضلة العين في اما العضلة بتبقى اضعف او العصب بيبقى اضعف فيؤدي لحاوى الوحشي في سن كبير او ان يحصل تلايفات او التساقات في العضلة فالعضلة ما بتقدرش ان هي تتحرك بالطريقة السليمة فممكن برضو تؤدي لحاوى الوحشي في السن الكبير امراض المخ او الامراض اللي بتصيب الاعصاب ممكن برضو تؤدي الى حاوى الوحشي في السن الكبير السؤالي قبل ما نروح للحالات بقى هل لابد ان يكون العلاج جراحك من انطباع ان الحاوى لابد له ان يكون العلاج جراح ده صح ولا ليس صح ده مش صح ومن الحاجات اللي بسطتني جدا ان بسبب الحلقات اللي احنا بنعملها دي زمان كانت الناس بتيجي تصمم على الجراح هم عايزين عندهم مشكلة وعايزين يخلصوا منها دلوقتي الناس بقت بتجيلي العيادة تقولي خضرتك قلتي في البرنامج ان علاج الحاوى المشارط جراح احنا مش عايزين نعمل جراحة شوفي لنا علاج غير الجراحة فابتدى دلوقتي يبقى فيه وعي ان الحاوى ممكن علاجه بطرق غير جراحية بمعنى ايه؟ لنفرض ان الطفل الحاول ده نتيجة ضعف في النظر نتيجة كسل في العين الطبيعي الف به علاج الحاول في اي كتاب حتى لو العلاج جراحي ان انا الاول اعالج المسببات واعالج اي مشكلة في الرؤية اعالج كسل العين حتى لو مش هيؤدي العلاج الحاول بصفة نهائية هيقلل زاوية الحاول هيقلل الجرعة الجراحية اللي احنا بنشتغل عليها بدل ما كنت هشتغل على طلعة عضلات بشتغل على عضلتين بدل ما كنت بشتغل على كل طول العضلة بشتغل على جزء منه وبالتالي في حالات زي مثلا الحاول اللي احنا لسه قيلينه من شوية الحاول المتقطع في حالات الاطفال ممكن بتدريبات بسيطة بتخطية للعين والناس للأسف ما بتصقش قوي في اهمية تخطية العين لكن انا من اما بتيجي الام قدامي بقول لها تخطية العين من اهم الحاجات اللي بتعالج كسل العين اللي ممكن تجنبنا جراحة ممكن الطفل يبقى في البداية ممكن يبقى لسه الكسل في البداية العين ابتدت تحدث لما يشوف كويس لما نعالج العين كويس لما المخ يرجع يتفاعل مع العين تاني بعد تخطية العين الاقوى ممكن ساعتها بقول لها انتي بتجنبي طفل الجراحة بتجنبي مشكلة جراحة بتجنبي ان احنا نشتغل على عضلات ونقصف عضلات ونركب عضلات وبالتالي في علاجات ممكن فعلاً تبقى غير جراحية وتؤدي الى علاج الحوال دورتيني واسعنتيني ضيفتي العزيزة الأسوس الدكتورة النجمين بدأوا استنشاري الطب وجراحات العيون كالعادة بتبهرني في اسلوبها وباسلوبها في الناس الحل وخليكم مع الناس الحل في الماضي كان النحافة هي الأساس هو كان بتتكلم لا دي ست دي رفيع أو هو بيسموه جسم فرنساوي اللي جسم اللي هو رفيع شوية دلوقتي لا المغيسة اختلفت خالص هنتكلم من الجسم الكيرفي هو ده المقياس الأجمل المرأة اللي هي ذات مواصفات بيقولوا عليها مواصفات أنوثية هي أصبحت الترند والموضة الآن لو واحدة ست عندها تراهر في البطن التراهر في البطن يعني أو يعني أغلبية لو هي إن شاء الله نكون حملة مرة واحدة بس بدي أعيز أشده سالمة حيك فوق الخمسين سنة الجينفر لوبيز تمانية واربعين سنة كل دول مش السن بالنسبة لهم مش عائق على الإطلاق حقا اللايبوليسز دي دي بتؤدي لا اللايبوليس بل أي حاجة بتؤدي لفايبروزيس تليوفات اللي هي حقا التخسيس اللي هي حقا التخسيس ولا لها لازم في عندي ناحة اللي أنا أشفو الدهون بس وفي بعض الناس لا ما ينفعش معهم كده بس دا عندها جلد متراخل اللي حاطت في دماغه اللي تحقن الدهون دي عملية سهلة لا يا عملية عنهم يسهلة عملية حقن الدهون عشان الدهون يتعيش وعشان الدهون دي يحصلش فيها عدوى عشان ما دخلش المريض من قصة لقصة ما نخلش من هو يجاهل خدام عملية تجميلية لمريض تحول لمريض مصاب بخراج كبير جدا مليه بالصديد في جسمه طيب ما احنا نعمل برنامج طبي زي الموجود في القارة والناس ونقعد اتنين قدام بعضه اي كلام في اي حاجة ما هو كله عند الله اقولك ما هو كله قاعدة وكلها كراسي التراك الحاج شايفو ده داخل جوه العضلة المسؤولة عن التحكم في التبارس وبالتالي لما بيجي الجراح بالطرق التقليدية القديمة نعمل عملية قديمة او نقطع حتة قد نقطع حتة من العضلة ونعمل المريض ده مأساس مها فيه كنين كنت ننسى اقوعد انتحكم في التبارس بيفكر يعالج الناس بـ لا سألنا ايه وبيعالج ايه ده بيعالج كل الامراض اللي في العالم